أم أن الحضارة جزء من الدين هل أن الدين هو عامل يؤدي إلى وجود حضارة في المجتمع هل أن هناك حضارة عربية إسلامية أم أن هذه الحضارة لا تعتبر عربية ولا إسلامية أو ليست بحضارة أصلا هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة عنها في هذه الحلقة الخاصة عن هذا الموضوع الذي أجده أن فيه أراءة كثيرة وجدل كبير وخلافات واسعة ومحتدمة والكل فيها يحاول أن ينتصر لفكرته ورأيه ورأيه بأن الموضوع يحتاج إلى مراجعة دقيقة لمعنى ومبنى الكلمات التي نستعملها فكونوا معي أصدقائي أعتقد أن هذه الحلقة ستكون مهمة جدا لأنني سأطرح فيها فكارا أعتقد أنها جديدة إلى حد بعيد وتستحق المراجعة والنقد وأيضا التصويب لأنها بالتأكيد كل فكرة جديدة فيها شيء من الشطط فيها شيء من المبالغة فيها شيء من الصحة وهذا يحتاج مشاركتكم معي في هذه الأفكار أقولوا معي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته ما هو سبب الجدال؟ الجدال يتعلق قبل كل شيء بفهمنا لمعنى الحضارة ومعنى الدين كل من الكلمتين الكلمتين هما وصف وتوصيف لظاهرة ما هما بالتالي ظاهرتان بشريتان فقط وهذان المفهومان أي الدين كمفهوم والحضارة كمفهوم لكل من وجهة نظره الخاصة فيها باعتباره مفهوما ولا يوجد مفهوم نستطيع تعريفه بطريقة كاملة وشاملة لأن هذا المفهوم يستقر في حصيلتنا المعرفية داخل جمجمة الرئيس أو داخل دماغنا أو داخل عقلنا فهذا يعتمد بالتالي لاستقرار هذين المفهومين في داخلنا يعتمد بالتالي على الكثير من المفاهيم المؤسسة له في الداخل وربما تصل إلى حتى مستوى الأركي تايب اللي اتحدث عنه يونغ حسب نظرية يونغ في هذا العمر فبالتالي مفهوم الدين لدينا ومفهوم الحضارة هما مفهومان جدليان حجاجيان ممكن أن يكون سبب حجاج بين الطرفين حجاج الفلسفي يعني وليس الحجاج على طريقة الاتجاه المعاكس بالتالي فأقول بأن علينا أن ندقق في هاتين العبارتين أو مفهوم الحضارة ومفهوم الدين وما حاجتنا لهما أصلا أولا أقول بأنه هل أتساءل لكي نكشف الحقيقة أن أتساءل هل يمكن أن توجد حضارة دون دين وهل يمكن أن يوجد دين دون حضارة؟ الجواب أعتقد ليس بالصعب الآن عندما نحدد الأسئلة ونحدد المفاهيم بالتالي هذا راح يساعدنا على فهم ما يجري بدقة الحضارة لا يمكن أن توجد بدون دين هذا البعض يصر عليه وأنا أعتقد أن هذا غير صحيح لأن الدين موجود سواء وجدت حضارة أو لم توجد لكن الحضارة ربما تخرج من ثقافة ما من ثقافات متنوعة من تداخلات فالحضارة تحتاج إلى واقع مادي الدين ليس فيه أي شيء مادي على الإطلاق الشيء المادي الوحيد فيه هو رمزي إلى ما هو غير مادي فالدين دائما هو يباقي في منطقة المفاهيم ومنطقة اللغة ومنطقة التصورات ومنطقة الأسطورة ومنطقة المخيلة لا يغادر هذه المنطقة لكي يهبط إلى منطقة العقل التجريدي المنطقي المتماسك هو يدعي عندما ظهرت فكرة العقل وظهرت مفاهيم المنطق وظهرت الفلسفة اضطر الدين لأن يستعير هذه المفاهيم وهذه القيم والعلوم المختلفة يدعي هذه الأشياء جميعاً ولكن أيضاً يوظفها لصالحية مثل ما يوظف الدين مثل ما يوظف الأرض والبشر ويوظف الحيوانات ويوظف النساء ويحول النساء إلى آلات لتفريخ والتوليد وللإنتاج البشري والمؤمنين وتحويل الرجال إلى رجال مقاتلين الشداء ورجال يدافعون الله عن الله وعن الحق وعن الحضيرة فهذا الدين بالتالي هو واجب أن يقدم الأفق المعرفي أو الأفق التصوري التخيلي الإيماني إذا صح التسمية أو التثبيت بمعنى اللي أقول أنا أن الإنسان دائماً بحاجة لا شيء يثبت عليه مواقفه وينظر من خلاله إلى العالم يعني لابد الإنسان أن يضع نظارة على عينيه أو إطار معين لكي يرى العالم لابد أن يخترأ هذه الصورة التي يرى بها العالم وإلا فلن يستطيع أن يرى أي شيء هذا أنا سميه مفهوم التثبيت وهذا مفهوم التثبيت تجري عليه عملية انتقاء طبيعي بين أفراد الجماعة الذين يعيشون في منطقة محددة وضمن ظروف محددة وظروف طبيعية أو تفرض عليها قوانات التطور أن يتم بعد ذلك انتقاء نموذج التثبيته الذي يخضع لقانونه وإجراءاته والمفاهيم والتصوراته القطيع بأكمله وإلا لا يمكن أن تشكل القطيع يعني ليست مسألة اختيارية لا بد أن تجري عملية فرز وانتقاء الطبيعي ليس على مستوى الأحياء المختلفة فإنما داخل القطيع نفسه قانون انتقاء الطبيعي الذي وضعه داروين هو هذا الذي يفرض بعد ذلك حضوره الإسلام بالضرورة هو الذي فرض القانون الانتقاء يعني الناس اختاروا هذا الدين وشكلوا على طريقتهم عبر مئات السنين وأصبح هذا الدين هو الانتقاء الطبيعي لمجموعة من الشعوب في منطقة الشرق الأوسط خاصة هؤلاء هم الذين اختاروا هذا الدين وكان بإمكانهم يختارون المسيحية كانت ايضا اختارتها عدد هائل من الناس في زمن ظهوره بالقرن الاول والثاني والثالث والرابع بالقرن الثالث والرابع كان هناك صراع عنيف جدا بين المانوية والمسيحية ولكن بعد ذلك الناس صار انتقاء طبيعي لا بد من دين محدد يبقى والآخر ينقرض وهذا ما حصل فعلا انقرض الدين المانوي بعد يعني بالقرن الحاجة عشر الميلادي تقريبا انقرض تماما ولم يبقى منه شيء أحد بقد وجدوا بعض الآثار والكتب المقدسة التي كتفها ماني وكان رسامه المهم فالذي بقى بالانتقاء انتقاء طبيعي بقي هذا الدين هو الذي اختارته الناس ليس لأنه يعني هو نازل من السماء اختارته لأنه لا بد أن يتفقون على كلمة سواء بالتعبير الديني هنا نتساءل ما معنى كيف تشكل هذا الدين في الزمن القديم لماذا نجد أديانا كثيرة قبل ظهور أديانا توحيدية وهذا الأديان لم تكن متصارعة فيما بينها الحقيقة أن هذه الأديان كانت موجودة لأنه لم يكن هناك وسائل متطورة للاتصال بين الشعوب المختلفة ولم تكن هناك أفكار توحيدية أو أفكار مثالية تعتقد بأن البشر هم حالة واحدة ولديهم عقل واحد مشترك وكما حدث مع المؤجزة اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد وبعد ذلك القرن الرابع قبل الميلاد غزى الإسكندر والمنطقة بأكمله العالم القديم بأكمله ونشر دعوته لم يختر أن يغزو العالم في شمال مقدونيا لكنه اختار أن يتجه إلى الشرق وهذا راح أوضح السبب على ذلك الذي جعل الغرب الآن هو الذي يبتكر الحضارة الغربية الحديثة ويفصل الدين عن العلم وعن الدولة وعن السياسة بأكملها وسأوضح السبب وأدي نظريت خاصة في هذا الاتجاه الحضارات القديمة وجدت بالتالي على أساس وجود أديان مختلفة لم توجد الحضارات القديمة لأن هناك دينا واحدا وهذا مسألة يجب أن ننتبه لها جيدة الحضارات البابلية الأكادية الفرعونية كل هذه الحضارات ظهرت والإيلامية أيضا الإيرانية الفارسية الساسانية أي تسمية كانت هذه كل الحضارات ظهرت لأن هناك أديان مختلفة لم يكن هناك مجال لأن يكون هناك دينا مهيمنا أو لم توجد هذه الفكرة أصلا كانت تلاقح بين الأديان المختلفة والألماط المختلفة للتصورات والمخيلة أو الرصيد أو البنك الأسطوري المخيل أو الميتولوجي لهذه الشعوب كان متلاحم مع بعضه البعض بحيث أنه هذا يأخذ أفكار من ذلك الطرف وهذا يأخذ اليهود أخذوا من الزراجتية أخذوا من البابلية أخذوا من السومرية آثار ما بقي التراث السومري بقي عبر البابلين عبر الآشورين أخذوا من الكنعانيين أخذوا من المصريين هذه كلها يسموها البعض السرقة هي ليس السرقة هي مسألة تناص عادي بين البشر نحن ناس البشر عادة يتعلمون عن طريق المحاكات وعن طريق التقليد وعن طريق التلاقح الثقافي وهذا مسألة طبيعية ليست مسألة السرقة ولم توجد سابقا فكرة وجود السرقة أنني هناك فكرة عند أحدهم وأنا أسرقها منه لا ما عادي فكرة جيدة أستعملها انتهي الموضوع يعني لا أحد يقول لك أنت سرقتها لكن عندما ظهر الدين التوحيدي قال بأننا الدين الوحيد وكل الأجاني الأخرى غير موجودة بالتالي تحول إلى مسألة مختلفة عن الدين الذي نعرفه وبالتالي هذا الدين رفض وجود أي تنوع وقال بأن هناك إلى واحد ودين واحد وهذا جعل الدين دائما مرتبط بالإيمان فبالتالي هو أصبح التنوع مرفوضا وليس فرصة للتلاقح والتطوير والتقدم للأمام أو مراجعة أو إيجاد شيء مختلف لماذا؟ لأنه قدس هذا الدين وجعله دينا مهيمنة على كل الأجاني الأخرى وجعل من يؤمن به هو له الصوت الأعلى ولوه الأولوية وهو الذي سينال النعيم الأبدي هذه الفكرة دبحت الجماعة البشرية بمعنى الكلمة وأدت إلى دخول العشرات بل مئات الشعوب في سبات حضاري وموت حضاري مستمر ودخلت فيما أسميه الشرنقة التوحيدية التي لا تسمح لأحد بالخروج ولا تسمح بأي ضوء يدخل إليها تبقى داخل هذه الشرنقة التي تعتبر نفسها شرنقة النور كله والحقيقة كلها والخير كله والنعيم كله هذه الشرنقة التي هي عبارة عن كهف أفلاطوني نموذجي هذا الكهف الأفلاطوني حشرنا جميعا الشعوب الوحيدة التي استطاعت التخلص من هذا من هذه الشرنقة التوحيدية هي شعوب شمال أوروبا وسأوضح كيف تم ذلك وسأقدم يعني فكرة مناظرة لفكرة ماكس فيبر عن سبب ظهور الحضارة الغربية في القرن السادس عشر فما بعده يعني حتى يومنا هذا أعود للسؤال أنه هل توجد حضارة بدون دين وهل هناك دين بدون حضارة أولا الدين مرتبط بالإيمان كما قلت يعني على المستوى الفكري أو المعرفي أو الإبستمولوجي هذا الدين مرتبط بالإيمان الإيمان يتطلب وجود أسطورة لكن عندما نقارن الحضارة مع الدين نجد أن الحضارة مرتبطة ليس بالإيمان إنما بالبنيان البنيان بالتضرورة يحتاج إلى تخطيط يحتاج إلى فكر يحتاج إلى الزمن وانتقالات زمنية وعملية تقدم مستمر خلال مراحل الزمن والتيرماين أو تيرمين يعني القطائع الزمنية أو المراحل الزمنية المختلفة فالدين لا يحتاج هذا الشيء يحتاج أنه يكون هناك مؤمنين وجماعة المؤمنين وهناك أسطورة خارجة على الزمن أو تخلق الزمن وثم تتوقف فبالتالي الدين هو هذا طبيعته يعني نحن ليسنا في معرض نقد الدين إنما هي هي طبيعته لكل شيء طبيعته وقانونه ومظهره وشكله وجوهره فبالتالي يعني لا نستطيع أن نضيف من عندنا على الدين شيء غير ما هو عليه بالفعل وهذا هو القياس الصحيح أنه ممكن أن تتدأي وتطنب وتمدح وتقدح وتقول الدين كذا والحضارة كذا فيها مساوء أو الحضارة الحلال والدين كله خير والدين فيه هو سبب التخلف وما على ذلك تقول ما تقول لكننا الآن المشكلة حتى نحسم جدل حول أي موضوع علينا أن نحي آراءنا جانبا ننحي تحييزنا المسبق سابقا ننحي ما رسخ في الأذهان حول مفهومين جدليين مثل الدين والحضارة هذين المفهومين علينا أن نراقبهم جيدا ونعرف ونسأل هذه الأسئلة ونعرف ما الذي ينطبق على هذا الدين وما الذي لا ينطبق وما الذي ينطبق على الحضارة وما الذي لا ينطبق ولماذا هذه حضارة لها علاقة بالأرض والمادة والزمن ولماذا الدين لا علاقة له بالمادة ولا علاقة له بالحضار والأرض والزمن لأنه لا يحتاج هذه الأشياء استعمالها تماما لغاياته الخاصة وهي غاية السلطة والتحكم والوصول إلى الجنة والنعيم وما إلى ذلك أما الحضارة فهي صنيعة ذاتها هي تختار أن تكون مجال عملها وعالمها الكامل هو على الأرض وينطلق من الأرض وهو بعد ذلك يتشكل داخل الأرض وهو يكون من أجل ذاته يعني هو يبني حضارة حتى الإنسان يعيش سعيد ويمارس حياته بطريقة خاصة به ومتجددة متفائلة متنوعة فيها ثيمات أساسية تتكرر بطريقة وبخرى ومع تكررها أيضا تتطور مثلما الفن المسرح السينما وهكذا تجد أنك تطور المسرح في العالم تطور السينما تطور الرسم تطور الموسيقى الغناء هذا كل شيء تطور العلمي التطور التقني الفني الحرفي كل هذه الأشياء تتطور وسائل التعليم هذه هي الحضارة التي تقوم بها أما كلها كلمة تطور غير موجودة في الدين أصلا لا يعني تطور البيولوجي الداروين لا يعني تطور بشكل عام فكرة أيضا التقدم على الأرض تقدم في الذهن تقدم على مستوى التعليم على مستوى فهم العالم والنفس والذات والآخرين هذا كله ليس في معرض بحث الدين هذا هو الفرق الأساسي يعني إذا أنت فبالتالي عندما نأتي أحد ويقول يخلط الدين بالحضارة والحضارة بالدين فهذا يعني شيء عجيب أنا استغربه يعني هذا الخلط هو لسبب المشكلة هو لسبب هذا الجدال والخلاف إن كل واحد أنا هذا الدين هو اللي اعترف بي وانتهى الموضوع وأنا اعترف بالحضارة أو ما اعترف مسألة هكذا إنها لا ألبس ثوبا لا أرتدي ثوبا أو أجعل الآخرين أو شيئا ما ألبسه ثوبا ليس له ولا يستقيم معه إلا إلا إذا كانت هناك على طريقة المتدين دائما هو يعيش حال الصراء فبالتالي هو يضطر إلى الكذب وإلى النفاق وإلى الدعاء الشاء كثيرة جدا من أجل الانتصار في معركته لأن الدين موجود لكي ينتصر في معركة بينه وبين الآخرين أن القطيع يجب أن يبقى ويستمر على حساب كل شيء آخر هذه الفكرة الأساسية فبالتالي الدين يتجد يكذب يفعل الأفائل ثم يقول هذا هو الخير وهذا هو الحق وهذه هي كلمة الله العليا وكذلك يجزي الله المحسنين كما يقولون بعد الفاصل سيتساءل هل أن بالإمكان وجود الدين والحضارة معا أو الجهات التي تنتصر للدين هل يمكن لها أن تتواجد مع الجهات أو القوة التي تنتصر للحضارة بعد الفاصل سنتحدث في هذا الموضوع وأعتبر أنه سؤال مهم جدا علينا جميعا أن نشارك في الإجابة عليه إضافة لإجابتي طبعا والسؤال الآن هو هل أن الدين هو ممكن أن يتواجد مع الحضارة في رأيي أن هذا ممكن أن يحصل وهذا حصل في زمن ظهور نهايات الدولة الأموية في الدولة الأموية بدأت نوعا شيء من مع خالد بن يزيد وآخرين أيضا بدأوا بترجمة بعض الكتب وما يشبه بيت الحكم الذي ظهر في زمن المأمون لكن في زمن الدولة العباسية بدأت تظهر كان هناك جماعات الحديد جماعات الصيرة ظهروا جماعات التفسير ابن المقاتل وغيرها بدأت ظهور الفقهاء الكبار الأساسيين أو الأوائل مالك ظهر أيضا الزهري وغيرها جماعة الحديث وظهروا أها في الدولة الأموية أيضا بدأت تظهر جماعات المؤتزلة وهذا كلها والنحو من خليل الفراهدي ولو بعد فترة لكن كلها بدأت تظهر دفعة واحدة إلا وبعد فترة ونجد نهاية القرن الثالث الهجري نجد أن هناك عداد طبقات من المفكرين طبقات من الشعراء طبقات من الأدباء طبقات من المحدثين طبقات من فسرين طبقات أيضا من الفنانين والمطربين والمتصوفة طبقات في كل الأنواحها طبقات من المعماريين يعني الموسيقي حتى المغنين كتاب الأغاني لأبو فرج الأصفهاني ممكن تطلعون عليه 37 جزء يعني كتاب الذي جدا قرأته ممتعة في زمن بعيد قرأته لكن هذا كله يوضح لك أنه هناك حضارة متماسكة بدأت معالمها تتكون هذه الحضارة تمكنت من أن تثبت نفسها بقوة بعد الألف الميلادي سنة ألف أو القرن الحادي عشر الميلادي أو القرن الرابع الهجري كان هو قمة الحضارة الإسلامية العربية كما تسمى أو كما سماها المستشرقون هذا تسمية مستشرقين بالمناسبة ليس تسميتنا لأن حتى كلمة حضارة أصلا هي مأخوذة من مصطلع غربي بحثي دراسي لا أكثر أكاديمي فهذا المستشرقين الذين ينكلون بهم دائما فهؤلاء هم يعني نأخذ من أتهم الشيء وبعد ذلك نتبنى ونرتدي أفضل يعني أو نضع على وجهنا مساحيقها الجميلة ونترك مساء من وضعه أصلا وكما يعني طبيعة الشعوب لأنها تغزو وتستولى على الأشياء وبعد ذلك تنسبها إلى نفسها وهذه الطبيعة يعني موجودة لبشر جميعا لكن أدنى خاصة لمجتمعاتنا منذ أول تاريخ دائما نتصرف بهذه الطريقة الاستحواذية وعليه فأن هذا الدين أيضا ظهر مع الحضارة والفلسفة ونفكرين لكن هنا بدأت المشكلة المشكلة أنهما لا يجتمعان معا يعني عندما يكتمل الدين الدين لم يكن مكتمل لم يكن هناك شيء اسمه إسلام ولا فقه بالعهد الأمة وبأكمل لم يكن هناك شيء اسمه فقه بالعكس عندما أتى أبو حنيفة قال هنا ابتكر علوم الفقه كفروه واعتبروها بدعة ولا يمكن لأحد أن يتقبلها بعد ذلك يعني تكالب عليه المتكالبون وقالوا أنهم علماء الفقه ووضعوا وصول الفقه وما إلى ذلك وهكذا بقيت العلوم الإسلامية الأركان فكرة الأركانية فكرة غير دينية ما موجودة لا بالعهد الأموي ولا بالعهد العباس بالعهد الخلفاء الرسول ولا الرسول ولا توجد عقيدة أصلا أو عقيدة العقيدة الإسلامية وما إلى ذلك كل هذه أشياء وضعت في زمن الدولة العباسية وخاصة بالقرن الرابع الهجري وتستمرت حتى القرن الخامس والسادس والسابع الهجري بأعمال الغزالي وبعد ابن تيمية ابن تيمية ظل مجهول لكن في الفترة الأخيرة قبل مئة عام تقريبا تم إحياءه لحاجات استعمارية خاصة إحياءه بطريقة مشبوهة ما الكل يعرف سبب عادة إنتاج وتوزيع ونشر وتلقين المجتمعاتنا على الطريقة السلفية والآن بدأوا يتراجعون عنها لأنها أدت غرض مطلوب والآن يلعبون لعبة أخرى لا نعرف ما هي حتى الآن من هؤلاء الذين يلعبون هم كل المافيات الكبرى التي تسيطر على المال والثروة والسلطة والقوة المختلفة الأكبر القوى التي تسيطر على حياتنا بأكملنا اللي هي غرباً والشرقاً كلهم متحالفون فيما بينهم حتى الخلافات فيما بينهم على امتيازات ونقاط هنا وهناك وامتيازات لا أكثر ولا أقل وليس لصالح الشعوب ولا الأديان ولا صالح الحضارات ولا صالح أي شيء هنا يبرز السؤال ظهر الدين واكتمله وظهرت الحضارة مكتملة وناضجة هنا بدأ الدين يظهر طبيعته وبدأت الحضارة تظهر طبيعتها هنا بدأ يظهر لنا الرازي مثلاً العلماء بن سيناء بدأ يطرح رأة الحرة بدأوا يناقشون الموضوع الديني موضوع النصوص المؤسسة للدين الذي كان هو أصبح شريعة فهذه كلها بدأت مراجعتها هنا الدين كان مكتملاً وكان يمتلك من القوة والسيطرة والحضور في الشارع لأن الدين مادة الأساسية المادة الناس العاديين الناس الذين محدودين الثقافة والمعرفة وهو بطبيعة الدين هو دغمائي وبدأ أو شعبوي أو ديماغوجي هو بطبيعة ديماغوجي ويحرك الجماهير وممكن إمام جاهل لا يفقه شيئاً لكن لديه قدر على الكلام وعلى الخطابة أمام الحشود ممكن أن يثير جمجامع كبيرة مثل أننا الآن مقتدسة الرجل لا يفهم شيئاً ولا يتقن شيئاً هو مجرد ابن لأحد المراجعة الدينية الكبار المراجعة الدين كبار لكن الناس قدسوه لأنه يمتلك هذا الدم الأزرق وقدسوه لأعلى السبب كذلك قدسوا آخرين من قبل السنة الذين هم أسماء كبيرة هناك عوائل دينية معروفة تتوارث المجد الديني وليس الديني فيما بينهم فبالتالي فقدما ظهر الدين ولديه هذه القوة تضح بأنه أقوى من كل شيء آخر فاستولى على كل شيء وشيئاً فشيئاً حارب الحضارة لأنها لا تنفعه ليس لأنه يعني هذا أمر يسيء للدين بالأكس الدين لا يحتاج الحضارة يا أخوان علينا أن نفهم هاي المسألة الدين لا يحتاج ماذا يفعل بالحضارة ماذا يفعل بالألم ابن تيمية قالها صريحة غزالي قالها صريحة يعني أكثر من هذا الوضوح بعيش تردون المهم أنه يعني أفعل ما تشاء بالدين الدين يقول لك بس لكن أنت لا تتخلى عن الولاء القطيع الولاء والبراء هو هذا أساس الدين يعني هي الولاء والبراء عبارة بغيظة طبعاً عندي كثيرين وعظيمة عند المؤمنين لكن هي تصف الدين بأفضل وصف هو الولاء والبراء هذه عبارة قطيعية صرف القطيع دائماً لديه مبدأ الولاء والبراء أنا اهتمام الرئيسي لجماعة لا أهتم بشيء آخر علم تحدثنا عن علم عن حقوق إنسان أي حقوق لا توجد حقوق داخل القطيع الحقوق الوحيدة هي القطيع وربز القطيع ورب القطيع رب القطيع هو ممكن الله ممكن ميثرا ممكن تاو ممكن نيربانا ممكن يهوة ممكن بعل ممكن ديموزي ممكن إيزيس ممكن أي إله هو رمز يعني رمز لكن هذا رمز للشريعة التي وضعتها وضعها هذا القطيع الذي نسميه الدين أو تسميات أخرى كثيرة دارما عند الهنود التاو عند الصينيين اليهودي يسمونه دينه أو هكذا بالتالي السؤال الرئيسي هل يحتاج الدين لحضارة؟ لا يحتاج الدين لحضارة من ينادس ويقاتل ويقول إنه هناك حضارة عربية أو إسلامية قل لأيني تعالك فضل أريني هذه الحضارة أين هي أريني آثارها هي مو قضية أنا أتحدث ضد الدين ولا أتحدث لصالح حضارة أنا لا علاقة لي لا بهذه ولا بتك لأننا نحن لمحصلين لمحصلين دين حقيقي ولمحصلين حضارة حقيقية فبالتالي عندما تقول هناك حضارة عربية إسلامية صحيح هناك حضارة فقط حضارة عباسية هذا التسمية صحيحة الدقيقة الوحيدة حضارة عباسية هذه الحضارة العباسية كانت تشمل منطقة بأكملها ونتشر في كل مكان وممكن نسميها عربية مو مأنا العربية أنه هناك قوم اسمهم العرب لأنما لا يوجود لقوم اسمهم العرب هذا مجرد مصطلح عام وضعه لكي يشمل الجميع مثلما وضعوا الدكتور شريف مهدي شريف يونس يقول عندما ظهر بعدما استقلت سوريا والشام كانوا مهترين كيف يوحدون شعوب كثيرة جدا وأرجعهم بحدود 20 طائفة ودين ومذهب في سوريا الوحدة فكيف يوحدون فيما بينهم ففتكروا فكرة العرب قالوا نحن جميعا عرب مختلف أدياننا وقومياتنا وما إلى ذلك ووضعوا مفهوم العرب وكاننا من كبار مفكرين ومناظرين لأن العرب هم المسيحيين يعني مشيل عفلة قشب للعيسمي الياس فرح وأسماء كثيرة وقبلهم حتى هو صاحب الفكرة القومية العربية هي بناء على فكرة القومية تركيا الفتاة القومية التركية يعني هي فكرة العرب هي أصلاً أنا عندي محاضرة عن العرب أنا قبل نسيتها الخرافة الدولة العباسية قبل الأسبوع نشرت حلقتها فهنا تحدثت أن العرب هم العراب ما أن كل شخص لا يقيم في المدن وليس تابعاً لإمبراطورية من إمبراطوريات الزمان السابق في الدولة الساسانية أو الدولة الرومانية أو البيزنطية الآن نفس الشيء عندما افتكرنا فكرة العرب نحن نفس المشكلة الآن ما زلنا ندور نفس يعني كثور الساقية ندور في اللعبة نفسها نقول نحن عرب لماذا؟ لأن هناك إيرانيين إيرانيين خمينيين سسمين صفوين قبلهم وهناك أيضاً الدول الأوروبا الغربية وهناك تركيا فأحنا ماذا نسمي أنفسنا؟ ما أدنا غير تسمية واحدة فقط نحن عرب لأننا نتحدث العربية فقط ما أدنا حل آخر فهي لا يجب أن ننظر بهذه الطريقة نحن لسنا جنساً عربياً لسنا شعباً عربياً إنما 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 مرجل ثقافي عربي يتحدث العربية والعربية أيضاً هي وريثة العرامية واللغات السامية القديمة فبالتالي نحن نتاج هذا الرحم المنطقة التي كانت تحفل بالثقافات المختلفة والحضارات المختلفة بابلية والأكدية والعاشورية والكلعانية والمصرية فهذه كلها هي كانت نحن نتاج هذا الخلطة السامية إذا صحت التسمية وهذه الخلطة أنتجت لنا بسراعات كثيرة بين أمم وشعوب لكن كلها موجودة في هذا المكان وأنتجت الحضارة الإسلامية كما تسمى أو العربية بالحقيقة هي لا العرب ولا الإسلام هنا هي حضارة هنا كلمتين العرب والإسلام هم كلمات كلمتان وجدتاً لكي توحد هذه المنطقة هي لا يمكن أن نقول عندما تقول الإسلام هي ليست مسألة دين فقط هو فكرة دينية التي وجدت فكرة الإسلام وجدت لكي تقول أن هذا هؤلاء هاي المشعوب الموجودة في هذه المنطقة تتبع قانوناً وشريعة واحدة رمزها الله قبلها كان رمزها إيل على ابتداء التاريخ هو الله هو وريث إيل بالضبر ووريث يهوة هو الله يعني وهكذا هذه البدايات يعني يهوة فهذا الإله الإله الله الذي موجود في هذه المنطقة الآن هو وريث يهوة ووريث بعل ووريث إيل إلا إيل ومشتق حتى من اسم إيل نفسه يهوة أيضاً مشتق من هذا من الاسم نفسه يعني يهوة الذي لا يسمى هو يعني معناه هو القصد هو فقط حتى لا لأنه حرام عند الأبريين أو اليهود أن تطلق أو تسمي الله أو تلفظه بإسمك بشفة بلسانك فهذا الغريان الغريان الذي أنتج أو الذي أسس أرضية ثقافة والمعرفة في هذه المنطقة هو سموا إسلام وضعوا إله تسمية الله والله الآن موجود ليس عند العرب فقط المسلمين له الله نفسه موجود أد الشيعة والله نفسه موجود أد السنة والله نفسه هو موجود أد المسيحيين بمختلف طوافهم والله نفسه أد المندائيين وأد الإيزيليين فبالتالي هذا هو كلمة الكل يحاول أن يرتقي لها أو يقول أنا مثلي مثلك وأنا موحدون ولدينا قانون وشرعة واحدة لكن هذا المشروع لم يتحقق لأننا لأن الحقيقة يبدو الواقع أقصى من هذه الفكرة أو الحلم أو الطموح الذي يجمع شعوب المنطقة فما زلنا ندعي أن الله واحد وعلينا أن نتوحد وهناك كفار ونحن المؤمنين وهذه الصراعات لن تنتهي فكرة التوحيد هي هذه الإسلام وفكرة توحيدية وهذا علينا لن ننسى هذا الموضوع ولا ننسى معنى أن نقول هناك شيء سمي إسلام سمي عرب فهنا العرب والإسلام هناك النوع من المشاركة في الهدف الهدف هو توحيد هذه المجامعة البشرية التي لم تستطع أن تتوحد طوال تاريخها على مد الدهر والسبب هو أنها محاطة بشعوب متماسكة مثل الشعوب الإيرانية والتركية التي ظهرت بالصور الألف الثاني الميلادي كانت شعوب أخرى وأيضا شعوب الشمال أوروبا هذه الشعوب كانت من القوة والعزلة والقدر على الصمود ولديها عمق يعني نحن الموجودين داخل هذا يعني الشرق أو غرب جبال زاقروس في إيران وجبال تركيا في الشمال نحن محصورين في هذه المنطقة لا ليس لدينا نقطة خلفية للتراجع الإيرانيين لديهم نقطة خلفية للتراجع الأتراك أيضا خلفهم يعني أراضي شاسعة لكن نحن في هذه المنطقة محصورين ومحشورين يأتي جميع اللي يحتلنا حتى بالقرن العشرين والتسعة عشر أجوا الفرنسيين والإنجليز بحتلونا ولكن هم أجهم عمقهم بعدها يغرق الله فيما الله بأي لحظة ينسح بأمريكا حتى قبل يعني هذا كل دلائل على وجود نوع من نحن محصورين في هذه المنطقة بالتالي الظل دائما ذهن مغلق ويدعي بأنه لديه خصوصيته ويحاول أن يحاول أن يمسك بهوية خاصة به فهذه الهوية دائما رجراجة ومتحركة وغير ممكن أن تثبت على الإطلاق وهذا السبب هو لخلي العربي والمسلم أو كلمة عربي وكلمة مسلم لازم ننتبه لمعناها يعني أن نترقاها ذهنيا بمعنى مختلف عن المعنى الذي أتاده الجميع أرجوها فبالتالي دائما هويتنا متحركة وندعي أنها غير متحركة يا ريتس خليها متحركة بس نأترف بوجود هوية متحركة نحن نرفض اعتراب بهذه الحقيقة التي أثبتت أربعة آلاف سنة أن هذه هي الحقيقة الأساسية التي نرفض لأعترابها نرفض لأعترابها أننا موجودين في قلب العالم وهذا العالم حاضر معنا لوميا وفي كل لحظة عبر هذا الزمن الطويل ومع هذا نقول لدينا شخصيتها مختلفة مرة نبتكر فكرة يطلع الشعب اليهودي ويقول هنا الأرض الموعودة وياه هو الشعب المختار وكل الآخرين كفر واستمرت هذه القصة وظهر الإسلام وقبل المسيحية قالت أن الكل عبيد لإله واحد ولينا أن نبحث عن الخلاص ما هو الخلاص هو هذا الخلاص نفسه أنه تتحول إلى مسيحي أجل الإسلام قال لا تتحول إلى مسلم وبعت ظهره العرب وقال لا تتحول إلى عربي بدأ يدعي الجميع بأنهم عرب وعراب يعني الأغراب معنى الأغراب الذين أغراب على الدول والامبراطوريات القديمة اللي هي بيزنطية والساسانية أو الرومانية أيضا الخلاص الذي وصل بهذا الجزء بأن الدين والحضارة لا يلتقيان ولا يمكن أن يلتقيان إلا ممكن أن يعيشان معا لفترة لكن بالنهاية يجب أن ينتصر أحدهم على الآخر أو يجعل الآخر تابعا له الصراع الذي حصل في تاريخنا اللي هو بين الدين وممثلية الدين وبين ممثلية الحضارة اللي هم الفلاسفة والمفكرين والشعراء والأدباء والفنانين في عصرنا وأسموهم معروفة كلهم يعني من ابن الهيتم إلى الفراب إلى ابن سينة وغيره هذا أدى إلى انتصار الدين لأنه كما أقول السبب هو لديه أرضية شعبية جارفة تجعه لا يرحم والعشاء لرحمة الله تنزل كما أنا يقول لا يغلي الله يعني يدمر الجميع وما زال يدمر والحد هاي اللحظة الدين هو ضد الحضارة ليس لأنني أنا ضد الدين لا أنا أقول هذا هو الدين يعني أنت عندما تعترف بالدين وتكون مؤمن بالدين عليك لا تؤمن بالحضارة لأنك لن تحتاجها يا أخوان بس أرجو أن يفهم جميع هذه المسألة لن يحتاجها ولا يمكن أن يحتاجها لأنه سيقتل الدين الحضارة تقتل الدين وهما متصارعان في بينهما مثل الخير والشر أي شيء متعاكس هذا سماوي وهذا عرضي هذا يبدأ من الأرض ويبني نفسه شوية شوية مع الزمن هذا لا يجيك كامل مكمل خارج الزمن خارج المكان خارج الفضاء خارج المكون غيبي جاء قالب واحد فأنت كيف تصنع حضارة داخل هذا القالب الواحد بالحلقة الثانية جزء الثاني من هذا الحلقة راح أتحدث عن الانغلاق القطيعي والانفتاح القطيعي وهذا راح هو يوضح السبب يعني أنه هذا المفهومين عندما أبدأ أشرحهم وأفصلهم راح نفهم ليش هذا عنده انغلاق قطيعي وذاكه عنده انفتاح قطيعي لماذا حدث هذا الفرق بين المفهومين أو الظاهرتين التي شغلت التاريخ بأكمله والتي اتضح بعد ذلك أن الانفتاح القطيعي مع القطيع البشري هذا الانفتاح هو الذي جعلنا نتطور بهذه السرعة الهائلة خلال خاصة هال 200 سنة العام القرنين الماضيين نتطور ما يعادل 100 ألف عام من تاريخ البشرية أو 300 عام من تاريخ الهيومن سابينز بعد الفاصل سأتحدث وأجيب على سؤالين أولا سؤال ما هي حدود الدين والسؤال الثاني هو عن ما هي وظيفة كل من الدين والحضارة أيضا ما هي حدود الحضارة أيضا وما هي منتجات الحضارة وما هي منتجات الدين فكونوا معي وأتمنى هذا القسم الأخير تنتبهوله جيدا لأنه هو أعتبره نوعا ما زبدة ما أقوله ونتائج النهائية أو شبه النهائية لما ما بدأت به أو صدرت عنه السؤال أوليه ما هي وظيفة الدين وما هي وظيفة الحضارة إذا كانت هناك وظائف لهذا المخوين الذين شغل ذهننا حاليا وسيجعل ذهننا لفترة طويلة من الزمن لأن الدين كظاهرة يمكن يتغير اسمه لكنه ممكن يكون عقيدة ممكن يكون أديولوجيا أو أي أديولوجيا هي تتصبح معادل للدين فبالتالي هذه الظاهرة ستبقى تتكرر أنه النظرة الألوية للعالم التصورية الذهنية الصافية هذه ستبقى شغل الشغل للبشر ما دام البشر وأيضا ظاهرة الحضارة ستبقى الشغل الشغل للجميع ويبقى هذا الصراع بين النظرتين الحادتين المتقاطعتين وظيفة الدين عموما هي وظيفة محدودة ومحددة سلفا وهي الحفاظ على جماعة ومنع الفتن ووهدة الكلمة والتماسك القطيعي القطيعي يبحث دائما عن بقائه لا بقاء الأفراد وبالعكس أنه يضحب الأفراد من أجل القطيع ولهذا السبب يحجب المرأة يعزلها يحاول المحافظة عليها بأقصى قدر من التحفظ دائما يقول نحن نحمي المرأة لا نحجبها ولا نخسو عليها نحن نكرم المرأة لأننا نحافظ عليها لماذا؟ لأنه منطق الديني هذا هو هذا وظيفة الدين أنا وظيفة الدين أنه أحمد جماعة أنا ابني جماعة وأنا أضحي بنفسي من أجل جماعة وبالتالي هذه الجماعة تحتاج إلى المرأة المرأة يجب أن تصان كرامتها التعبير الديني وتصان حقوقها وتبقى في البيت لأن وظيفتها إنجابية هي توفر يعني هي ماكنة الإنتاج التي يجديها من القطيع لأن القطيع بيكملها موجودة حتى عشان المرأة عشان تولد وتحافظ تلد أبناء وذكور أقوية وشرسين يستطيعون المرور في مأترك الحياة والصعوبات التي لا تنتهي مهما تغير الزمن فبالتالي هو يحافظ على القطيع وعلى حسابه ممكن يضحب النساء ويخل ممشكلة يعني المرأة تقبل حقوقها تحجب تنقب نفعل بها لا فاعل حتى خطان الإناط مش مشكلة خطان الذكر مش مشكلة كلها بأجل القطيع لهذا سبب حتى تجي على الدين الإسلامي قالوا أولوية للدين وليس للفرد ليس للإنسان لا وجود لإنسان الإنسان موجود هو الذي يرى حتى عندما تجي المشتقل الشتقاق العربي لكلمة إنسان لا علاقة لها بالإنسانية أكوهم عند الناس يعتقدون عندما تقول إنسان هو يتصور حقوق الإنسان ما لها علاقة الإنسان هو إنس العين الشخص الذي يرعى من بعيد هو هذا الإنس الموجود هذا كائن موجود هذا كائن موجود يجب أن نستأمله لكي يبقى القطيع يجب أن يكون جنديا محاربا من أجل القطيع وهذا سبب أنا شو عندما أشوف بالتعليقات رأسا أكو بعض ما يسمعني ما يفهم شو يقول مجرد يتلقف إشارة بأنني أتحدث ضد القطيع أو ضد الجماعة الدينية التي يؤمن بها أو ما يسميه الإيمان أو ضد الله أو ضد الإسلام ضد الحق ضد الدين هو أدى تسميات بس هو عموما ضد القطيع عندما يتحد يشعر بوجود نوعا من التهديد للقطيع رأسا يثور ويشغل كل طاقاته من أجل الدفاع والذود عن حياض هذا القطيع وحضيرته التي لا مجال للتساهل والتغافل عنها فهذا قد ما يثور هو هذا الفكرة لأنه بالعكس شخص سحق ذاته وخرج وتضحى بها من أجل القطيع وبهذا لهذا السبب يشعر بالحاجة للصدام مع الجميع وعندما يرد علي أعرف فورا هو لا يشعر هو لأنه يمالس العملية بشكل تلقائي لأن تعود عمره كله من طفولته يذود عن القطيع وحياضة فلا يستطيع لا يشعر ولأنه تلبسته الحالة داخل شرنقة الدين شرنقة القطيع والجماعة والحماس الجماعي ولهذا السبب التشوفة عندما يفرح عندما يوجد ضمن الجماعة في صلاة الجمعة يشعر بالامتداد يشعر بأن ذاته امتدت جسد امتد للقطيع بيكمله واعتبر نفسه وجزء من القطيع أو عتلة ضمن عتلات القطيع بالضبط مثل خلية داخل جسد الإنسان خلايا الإنسان بمئات المليارات عددها لكنها كلها تضحي من أجل هذا الكائن الفرد اليونيك الشخص الذي يظهر هذا هو الكل يموت ويستشهد كريات البيض تستشهد من أجل الحق يعني من أجل هذا الإنسان المتكامل فالقطيع الديني هو نفس الفكرة الفرد الديني هو نفسه حال حال الخلية داخل جسم الإنسان هذه عليها أن تضحي في كل شيء من أجل القطيع والجماعة والإنسان المتدين هو نفسه فالتالي هي وظيفة الدين أن يحاول على الجماعة أن يكون قطيع متماسك ناجح وإلا أن فرط عقده وتشتت شمله وضع أثره وصيته وأكل شره وخيره أما عندما نحاول أن نفهم وظيفة الحضارة الحضارة هي ظاهرة تظهر بعده بغياب الدين أو بضعف عندما يضعف الدين لأنه عندما القطيع يتحلل قليلا أو لم يتماسك بعد أو لم يتشكل بشكل دقيق مثل ما حدث بدايات الدولة العباسية الدولة العباسية كان مجتمع ثلاثة أربعة أجيان مختلفة وحتى زمن الدولة الأموية فالعدد المسلمين بالعكس كان قليل جدا وبالعكس كانوا يرفضون الدخول باعتبار امتياز لأن هؤلاء يحصلون على أجور وخراج أكثر من الآخرين فيقول لك هذا الدين خاص بنا مثل ما كان يعني بدايات الإسلام نوعا ما كانت هي مثل الفكرة اليهودية أن هذا الإسلام يختصر على العرب وجماعة قريش وبعض العشار لا تزيد عن هذا وأنا أعتقد الإسلام بدأ بهذه الطريقة وهذه فكرة غير موجودة وغير مطروقة أن الإسلام بدأ بطريقة يهودية صرف أنه لا يسمح لأحد أن يدخل وحتى الفتوحات لن تجدوا كلمة واحدة تقول أنهم ظهر غزو البلدان الأخرى من أجل أن نشر الدعوة الإسلامية أو السماح بجخول الآخرين فترة المحمدية دخلوا بس العرب أو الأعراب أو الذين أشد كفرا ونفاقا لكن دخلوا لك يكونوا أدوات لهذا الجيوش وبقوا أدوات بقوا أدوات وعدما انتفض في الأنصار في السقيفة قالوا لهم أنتم مجرد وزراء لا أكثر وهذه حصتكم فقط وعدما انتفضوا مرة ثانية موقعات الحرة ثلاثة آلاف أمرأة اقتصبوها في الشوارع المدينة اليسرب يعني يزيد وأرسل عليهم أعتقد خالد القسري أظن يمكن وذبح وصلخ وأباح المدينة ثلاثة عيام لأبناء الصحابة والتابعين فهذا هي توضح بأنه المسألة لا علاقة لها بنشر الدين ولا هم يحزنون فاللي أريد أقوله بأنه الدين كان يحتاج إلى وجود الحضارة أو بدايات الدين الإسلامي لم يكن يسمي نفسه إسلام ظهرت هالإسم استأجروا فقهاء استأجروا ناس متقفين من الفرس من المسيحيين وهؤلاء عملوا وأنتجوا لنا كل هذا التراث الذي نحن الآن نعبده ولا نسمع لأحد من المسهول بكلمة طبعا التراث الديني فقط أما التراث الآخر العظيم الجميل الذي تركه لنا أبو نؤاس وتركه لنا الفرابي والمتصوف والأبو حيان التوحيدي والجايحظ هذا التراث الجميل العظيم الذي فيه نفحة نفحة حرية ونفحة إنسانية ونفحة بحبحة فيه بحبحة فيه الليون ولطافة هذا ابو نؤاس حوله لواحد خمريات ويبحث عن الغلمان شوهوا صورته بطريقة هذا الشعر للأملاق اللي هو من أكبر شعراء اللغة العربية حوله إلى شخص هامشي وإلى مهزلة وما عدا المتنبي أيضا حوله المتنبي له شخص مفتخر وعطوه صورة عربية كبيرة أيضا شوهوا ونفس الحالة مع الآخرين فأيجوا على الفرابي قالوا الفرابي كذلك المعلم الثاني وأيضا شوهوا صورته وأبو العلاء المعاري حدث ولا حرج ماذا فعلوا به من أملاق من عمالقة الأدب والفكر والشعر العربي والبيان العربي عموما عند الفصول لغيات تقرؤوا يعني يقف شعر رأسكم من بلاغة والعظمة هذا النص عندما تقرؤوا المتاع المؤانسة الأبو حيان التوحيد هذا الكاتب العملاق الذي يفوق يعني لا يمكن أن نتخيل أن هناك شخص بعظمة هذا الإنسان الكبير الذي حرق كتبه غيظا وقهرا بسبب ما كان يعيشه من ضنك وقهر وإهمال وهذا نفس الحال ما زال حتى الآن لماذا؟ لأن الدين سيطر وهذه المسألة الأساسية وهذه ليس سبل الدين لأنها وظيفته وهذا اللي يقول وظيفة الحضارة أن تبني لهذا حتى ما أشهد الموضوع الحضارة ترتلع عن دين في أنها تتشكل تدريجيا مع الوقت ولا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تتواصل إلا بوجود من يحتضنها ويسمح التواجدها عندما يظهر طرف ويسيطر على كل شيء يدمر الحضارة لأنه لا يحتاج يحتاج أنه يسيطر على الجموع على الجماهير ويفرسل تتوى وهذا هو الدين عندما الدين يتطور يصل إلى حده الأقصى وهذا اللي راح تحدث به عن حدود الدين في الفقرة الأخيرة بالنهاية المنتجات للحضارة هي منتجات بناء معمار خلوات فان موسيقى فكر فلسفة علم هذا منتجات للحضارة وسببها متى تتكون عندما لا يكون هناك دين متماسك وقوي مثل المسيحية والإسلام اللذان ظهر في القرن الرابع من كل تقويم لهما يعني قرن الرابع الميلادي ظهر أصبح دينا رسميا حاكما محتكما متحكما بالمصائر الدين المسيحي بعد تبني قسطنطين له رسميا وأيضا أصبح الإسلام بالقرن الرابع الهجري دينا قويا متماسكا راسخا لا يستطيع أحد أن يهزوا وبالعكس الفقهاء والعلماء الدين يهيمنون على كل شيء ويتولون أمر الناس أكثر من الخلفاء ومن يسمونهم خلفاء فبالتالي هذا الدين عندما استشرسه بدأ بجزر كل شيء عدها وهذا مسألة طبيعية يعني جزء من طبيعة البشرية النواني كان سيطرت وقد ملايين تقف خلفي كان هذا أبو عمر السهروردي شيخ عمر عندنا في البغداد الآن وقبل القيلاني عندما يظهر يلقي خطبة يقال بأنه الناس على امتداد البصر بالمليون واحد يستمعون لخطبته ما ذكر الرقم رقم هائل بس مش مليون ما عرف شكرا بالضبط ففي خطبة الجمعة تجده جسع المنبر كان يعبدونه ويزنونه بالذهب وما زالوا يزنونه بالذهب عبد القادر قيلاني ومرقد موجود في العراق واني سويت مرة في المثائقة عنه قبل مستعصة على كل حال هذا الحضور الدين وهذه السطوة الدينية التي تقوم على تجهيل الآخرين واستثمارهم اي تغذيتهم قطيعيا وجعلهم جزء من قطيع وهو يعني هذا شيء موجود داخل الإنسان انه يحب ان يكون ضمن قطيع هو من اللحظة الاولى يتعلم شون يكون عضو صالح داخل قطيع الاسرة الاب والام ينس تلعبه وامه ولا يشك بهما لحظة يعتبر ان كل ما يقولون هو الحق المطلق لانه بدون هذا يموت يعني امه لا تلمس النار خلاص اذا لا يصدق بها ولا يثق بها ولا يؤمن بها لا يمكن ان يحيا فبالتالي بنطف وللانسا حتى بعض راح سوى حلقة ان الاطفال هم الذين ابتكروا فكرة الاله وهذا موضوع اخر على كل حال الحضارة انهارت ما يسمى حضارة عربية اسلامية انهارت كانت هناك فكرة بوجود عرب بوجود اسلام انهارت هذه الحضارة مو بس عربيا اسلاميا وحضاريا لا حضارة ولا عرب ولا اسلام فبالتالي من يقول الآن لك احوارة عربية اسلامية ثلاثة الموجودات وليس الاسلام الاسلام الآن غير موجود المشتت كل يتحدث بلس Bug Chemn tenislam لكن لا يوجد اسلام ولا يوجد عرب ولا توجد restaur ثلاثة غير موجودين اصلا فبالتالي من يفر يقول ولا أكو حضارة وأكو دين لأنه ما موجودة أصلا حتى الإسلام نفسه ما هو الإسلام لا يأتي أحد ويحدثينه ما هو الإسلام هل هو إسلام السعودية الآن بهاي الله هل هو إسلام الأسر؟ هل هو إسلام الأراق الآن؟ هل هو إسلام إيران؟ هل هو إسلام طالبان؟ هل هو إسلام داعش؟ هل هو إسلام أردوغان؟ هل هو إسلام الموجود في المغرب؟ في تونس؟ في السودان الآن؟ في اليمن؟ في عمان؟ كل وعدة لون وشكل إسلام هي كلمة الكل يدعي أنها كلمة واحدة لكن بالحقيقة نضحك على أنفسنا لا وجود لحضارة ولا دين ولا إسلام الدين استشرس نهاية قرن الرابع واستمر حتى نهاية قرن السالس بحسن الصيت والذكر ابن تيمية والذي يعتبر أيضا المفكر هو أملاق لكن الأملاق بالخبث هو نمط المسيري المعاصر يعني يأخذ الفلسفة ويقولي بها بطريقتها ويضحك عليه ويعني يلعب بالكلام ورح يسوي حلقة خاصة عن طريقتها باللعب على الأفكار وكيف يحاول أن يخترق التراث الفلسفي العربي الإسلامي أو اليوناني القديم يعني معناه آخر وعبقري ومفكر حقيقي في التفكير بطريقة خبيثة لتهديم الفكر نفسه هو عبقري في التخريب الفكري وليس في البناء الفكري وهذا اللي يختلط عند الكثيرين لا يفهمون ما هو ابن تيمية لا يعرفون ما الذي يفعله حقا ويعتقد بأنه ذكي جدا وفيليسومه مفكر أملاق في الحقيقة ومفكر أملاق في طرق التدمير في طرق حرث الأسس الفكرية السليمة والحقيقية وتجعلها ضحوكة يعني تعبر على قليلية على المعرفة بالتالي منتجات الدين منتجات الدين هي منتجات سلطات ديكتاتورية مستبدة شيوخ آلهة مقدسين لا يجوز المسبيع أحد منهم وزال حتى هذه اللحظة لا يجوز المسبيع لا يجوز أن يذهب إلى القضاء انت شفت يوم الأيام رجل دين وقف أمام القضاء إلا واحد صغير قبل سنة هذا اسمه اسمه يعقوب كذا هذا المسزوج الأربعين وهنا واحد صغير وأيضا أتوا به بطريقة فيها من الاحترام الكثير وسئلوا عن أسئلة أيضا محدودة ومحددة فقط للإعلام والشو وما موجود فالدين مقدس هذه منتجات الدين حول الشعوب إلى قطعان لا تفكر ولا تناقش ليس لها حق حتى أن تعترض على شيء لها فقط أن تؤدي الفرائض أن تسلم إلى القرآن ترتل تقول لك هذه بركة يسمع القرآن يتحول الإله إلى إله موسيقي أو بعث لنا رسالة موسيقية صوتية لم يبعث لنا رسالة سماوية إلهية للهداية إنما لكي نسمعه تحول رسالة الإلهية إلى رسالة صوتية وهذا الشتان ما بين الأمرين لكنه يقول لك هذه بركة يعني يألفه لك ما هي منتجات الدين منتجات الدين أدعية حتى الصلاة منتجاتها أصبح الصلاة مكرورة وتشتري من السوق كتاب تتعلم شون تصلي وتشتري كتاب شون تدعي الدعاء المستجاب لازم تحفظ الدعاء أي أنك ليس لك لسان تتحدث به ليس لديك شخصية ليس لديك طلبات خاصة مع الإله الذي تعبده وليس لك حضور أصلا فكل ما عليك أن تطبق هذه التعليمات وتكررها كما تكرر الببغاوات الكلام أما منتجات الحضارة فهي واضح منتجات الحضارة لا تلتقي مع منتجات الدين منتجات الحضارة فكر فلسفة فلسفة تحول إلى مناهج التدريسية مناهج العلوم علم تقنية فن بناء بنيان حلول لمشاكل حقيقية على الأرض وليست حلول لمشاكل سماوية في الغيب وبالسماوات وهكذا منتجات الحضارة لا أحد يختلف عليها يعني حتى منتجات الحضارة الرومانية عندما تزورون المدن الرومانية القديمة يعني سنة مية قبل مياه تجد قنوات المياه والإسالة والنظم الصحية والمدينة بأكملها نظام إسالة موحد ونظام توصيل ونظام خدمات هذه نتاج الحضارة فالمهم أصل الفقر الأخير وهي ما هي حدود الدين وحدود الحضارة اشتركوا في القناة والآن السؤال المهم والأساسي هو حدود الدين وحدود الحضارة ما هي حدود الدين حدود الدين لا وجود لها لا وجود لحدود الدين هناك محيط للدين هذا المحيط هو الحدود النهائيه وهذا المحيط يدور يبدأ من النقطة ويعود إلى النقطة نفسها أي أنه حالة لا تنتهي ما دامت الحياة والدنيا فبالتالي هو يدور حول نفسه فقط ولا يبحث عن شيء آخر غير نفسه ومداره أي أنه يبقى محصوراً في الثابت الديني أو الثابت أو متثبيت عامل التثبيت الذي أنا أدعو له دائماً أو هو عصب الذي أفكر من خلاله أو الأداة أو المفهوم الذي يعني أستنبط من المفاهيم الأخرى لطريقتي بالتفكير فبالتالي الدين يظل داخل هذا الثابت أو عامل التثبيت الذي يفتكره بطريقة ما ويجده ويؤمن به ويضطر إلى إيمان به مهما كانت هناك من تناقضات وإشكالات في هذا الثابت الثابت الإله الله موجود انتهى مشاكل هل الله موجود أين كيف هل له جسم هل له عين هل له ساق هل هو شيء ليس ككل شيء هذا موضوع ثاني هل هو ثلاثي على الطريقة المسيحية هل هو فكرة على الطريقة البودية وغيرها والتاوية وهكذا فمو مهم المهم هو وجدنا شيء تمسكنا به وجدنا مرسات نلجأ إليها كالأروة الوثقة التي يتحلق حولها الجميع عندما نجي على الحضارة نجد أن الحضارة ليست دائرية الحضارة تتقدم بشكل مستمر بشكل خطي عمودي وفقي بجميع الاتجاهات تتطور أي أنها تتمدد ولا تتوسع التوسع الدين يتوسع يعني هذه الدائرة الدينية أو التابت الديني ممكن أن يتوسع كما توسع الإسلام من بؤرة صغيرة حسب الروايات من بؤرة في مدينة هذه المدينة كبرت شوية كبرت أخذت جزيرة كلها بعد ذلك كبرت لكن الإسلام بقى هو نفسه لم يتغير أو الدين بقى نفسه لم يحتضن الحضارات التي توسعها لأنما طالبت جميع بأن ينضموا له غصبا عنهم وما زالت هذه العملية مستمرة حتى يوم منها غصبا على أن في الجميع أن يدعنوا أنما الدين أنتم الأعلون ولا تهنوا ولا كذا ولا تعزنوا أن الدين دائما هو أن تكونوا الأعلون دائما أي هاي الكبرياء الموجودة وهي الكبرياء ضرورية بالمناسبة لا بد أن نعترف ضرورية في ذلك الزمان لكن الآن المسألة ليست هكذا مسألة تعتبر مضحكة ومخجلة لماذا أن تفضل من غيرك؟ بس سابقا كانت ضرورية لأنها حتى تضطي نوع من التزاز بالنفس وتعطي قدرة وطاقة واندفاع وإرادة توفر لديك إرادة للمقاومة الآخرين والآخرين دائما أيضا متأهبين للغزوك وقتلك وسلبك ونهبك فبالتالي كان مسألة ضرورية ولم تكن هناك إمكانية لإيجاد حلول مثل ما موجودة حاليا كانت الناس كلها جائعة الأكل قليل الأوضاع خطرة الخدمات غير موجودة أو لا أحد يفكر بشيء اسمها خدمات الحياة ليست بالسهولة قطعة ملابس الحصرة على الواحد يلبسها ويرتديها فليست الأمور بالسهولة التي نحن عليها وبالتالي كانت كانت الإنسان يعيش حياة يعني في غاية الصعوبة الأطفال 50% يموتون مشاكل لا أول لها ولا آخر حتى قطرة ماء أحيانا لا يحصل أسبوع كامل يجيب قطرة وقدرة يجمعون الماء بطريقة أين كانت وهكذا بالتالي الدين حدودها هي حدود واقفة ما الحضارة فتستمر تلقى الفن يستمر يتطور يتنوع يتحول إلى مدارس متصارعة ومتداخلة لكنها متصارعة محربا متصارعة في الإبداع والابتكار تجد العلم يتطور عمليات البحث العلمية تتطور تجد المفكرين الفلسفة تتطور ويطلع مدارس جديدة وتظهر خلافات جديدة خلافات ليس بمعنى السيء خلافات فكرية مثل ما الآن عندي فكرة عن الدين والحضارة أدي أصدقاء أيضا سمعت كلامي لأرنس الوليم عن الحضارة أدى اتراض وتقريب إلى موقفي تقريبا وأيضا دكتور شريف يونس أيضا تابعت موقف عن موضوع الحضارة أيضا سمعت دكتور خزع الماجي يتحدث عن موضوع الحضارة وأنا عندي وجهة نظري بهذا الموضوع وكل واحد عندي وجهة نظر فهذه خلافات لكنها ليست أمرا سيئا هذا اللي توفر الحضارة لكني لا يوفر هذه الفرصة عندما اتواحد يقلق شنو حضارة عربية إسلامية وحتى هو ما محترف بها بس هو مجرد يدافع عن الإسلام هذه قضية الوحيدة لأنه هو موجود ضمن الدائرة لا يفكر في التطور إنما يبقى دائما داخل الدائرة القطيعية أو الإنغلاق القطيعي كما أسميه في الحق الثاني اللي راح أتحاجت عنها عن هذا المفهوم الخاص واللي أختم بكلامي بأنه الدين لأنه مغلق فبالتالي تتولد داخل داخل تيارات متصارعة فيما بينها لكنها تتصارع على على الإرث الموجود نفسها ولا تحاول وكل يدعي بأنهم يرون الأشياء بطريقة مختلفة أي أنهم يستخدمون منتجات الواقع وهي منتجات الحضارة بالمناسبة ولكي يباصلون البقاء داخل حدود التي خنقوا أنفسهم بها وهذا يولد بعد ذلك الصراعات الداخلية داخل هذه التيارات الدينية والتي تعتقد بعد ذلك أن كلها وصلت إلى الحق المطلق وأنها تمتلك الصوت الوحيد الصحيح لأنه فكرة الانغلاق هي هكذا وهذا هو ليأدي بعد ذلك أن كل فريق من الفرق الدينية المتصارعة التي موجودة حتى يومنا هذا والتي تتكاثر كما يتكاثر الفطر والجراثيم والأميبيا والأرانب هؤلاء يعتقدون بأنهم على الحق الكامل وكل ما عليهم فقط أن يقدمون تبيرات ودفوعات ضد كل شيء آخر هذا الانغلاق الكامل يحول الدين بأكبر إلى كتلة من الدفاعيات كتلة من الدفاع المستمر الأبدي ضد الآخرين بدلا من أن يقول يا أخوان أنا كفى أنا لدي مشاكل خطيرة المسألة الدفاع المستمر إلى ما لا نهاية هذه المسألة لا قيمة لها لم تعد لها قيمة الأمور أوسع بما نتصور وعلينا أن نعترب بهذه المسألة لا يستطيع لأنه يقتل نفسها بنفسها في هذه الحالة الدين ولهذا يشوفوا الرجال الدين يقدمون دائما حجج وتبريرات يعني الدين الموجود المعاصر المعاش أو الشائع هذا الدين تبريري كل جزء فيه هو تبرير حتى عندما تجي التعليق وتراقب قضية دينية مثل مظاهر الدين المتخلفة يقدمون لك تبيرات وتأويلات ويعني طمطمة هذا الدين وظيفة الدين الأساسية دائما هي الطمطمة هو بالفعل هذه واحدة من وظائف الدين اللي نسيت أذكرها أنه يقدم تبيرات لأنه ثبت نفسه بموقع معين وبحاجة دائما أن يبرر وجوده داخل هذا لأنه أصلا قائم على فكرة مزيفة بالنتيجة دائما يظهر زيف الدين وفضيحته وهذا هو سبب العنف لأنه أصلا منطلق الدين هو العنف فبالتالي يبقى جوهر العنف موجود داخله وهذا الجوهر يبقى دائما يأكل فيه ولا يستطيع الخروج من إطاره وهذا الإطار هو الذي يهيمن عليه دائما ويدعوه دائما إلى أن يقدم تبريرات طلع الرسول طلع إجا الإسلام قال لا هناك الجانب المنحرفة قبله إجا الشيء قال لا أكوه تحريف أكوه هؤلاء سلب السلطة إجوا اليهود قالوا كذا اليهود من فرقة كذا إلى فرقة كذا وصراعات مستمرة كل واحد يقول أنه هناك آخرين سيئين وأنا الأفضل الوحيد لأنه داخل ضمن هذا المترك لا يستطيع أما الحضارة ولا الفرق الحضارة دائما تتقدم للأمام وبالعكس تعتبر أن أخطاءها وتبريراتها فيها إشكالات كثيرة وتقول مادام عندك أخطاء هنا هي لا تقدم التبريرات تقدم الحلول وهذا الفرق كبير بين حضارة والدين الحضارة تقدم حلول المشاكل أما الدين فيبرر وجود المشاكل ويقول المشاكل ليست من الدين إنما موجودة في الخارج أنا كلي كامل مكمل لكن أما الحضارة لا تقول لا عندي أنا المشكلة المشكلة عندي وليس عندي في الآخر إنما أنا علي أن أراجع الثوابت التي وهكذا الألم يتطور ويشهد انقطاعات معرفية متواصلة يسميها كوهن البرادايم ويسميها إبستيمي ميشيل فوكو وغيرهم شكرا جزيلا وأناسب علي طالع لأنه ما كنت تتوقع تحدث لهذا الحد شكرا جزيلا وأتمنى أسمعناكم بشدة مع السلامة شكرا جزيلا